اشتركوا في القناة وعلينا لأنه برجي برضو عشاني بدعي لكو بدعي لي وبدعي لكل الأبراج إن شاء الله يا رب كل عام والجميع بخير هاي السنة بتمنح فرص جيدة لمواليد برج الأسد خصوصا اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيشتغل ممكن ينجح في مجاله بتعزز العلاقات مع الزملاء ممكن يبدأ علاقة غرامية في مجال العمل ومن خلالها تطور العلاقة هاي وصير فيه ارتباط بيحافظوا على صحتهم اكثر بيحافظوا على على وضعهم النفسي اكثر لكن بدهم ينتبهوا من البدانة من النصاحة عشان هيك بدهم يركزوا على حمية معينة أو على برنامج غذائي معين على أساس أنه ما تفلت الأمور من إيدهم لأنه هاي السنين بتدل على أنه في زيادة للوزن لبرج الأسد قسم منهم رح يواجه قسم منهم رح يتوجه للعمل في المجال الخدماتي أو الخدمة المجتمعية في منهم بيتجه للعمل في مجال الطعام أو المطاعم أو بيصير اهتمامه بالأكل بشكل أكبر بشعر موليد من عشرة لعشرين من عشرة لاثنين وعشرين ثمانية بضغط في علاقاتهم مع بعض الزملاء في العمل ممكن تكون صحتهم بحاجة للرعاية أكثر بدهم ينتبهوا منهم بجتاز بجتاز عملية جراحية لأنه من نبه لوما دولا الموليد من عشرة لاثنين وعشرين أي شيء بأعراض جانبية بيشعروا فيها أو أي توعكات صحية يركزوا عليها ما يطنشوها وما يكبروا رأسهم على أنه لا بتمشي الأمور هذا لا يهتموا فيها لأنه هدولا عندهم قابلية أنه يدخلوا مستشفيات أو يتعبوا صحيا في خلال العام وإن شاء الله أنه هذا الإشي ما بصير ولكن أنه إحنا من نبه جدير بالذكر من 13 لغاية 17 بيختبروا تغيير ملموس في علاقاتهم مع الزملاء منهم بنهي علاقة لغير رجعة منهم بتعرف على زملاء جدد قسم من هؤلاء الموليد بيبدأ اهتمامه بالشؤون الصحية ممكن اللي مخلصين ثانوية عامة بدهم يدرسوا تمريض أو يدرسوا طب واللي بيشتغل في هذا المجالات رح يبدع أكثر بتحصل مفاجآت لموليد من 24 وعشرين ولغاية 31 سبعة في طبيعة عملهم ومركزهم الاجتماعي وعلاقتهم مع المسؤولين ممكن يحصل ممكن يصير اشي بشكل مفاجئ سريع على على امر العلاقة بالمال المال هذا مصدر شراكي أو تعويض أو استرجاع مال من ضريب الدخل أو من تأمين بتتوفر الفرصة خلال النصف الأول من السنة لا أمور بشكل أكبر إنها هاي الأشياء تصير على موليد ثمانية ولغاية 11 ثمانية تأكد خلال هذا العام من وضعهم المالي اللي إلو علاقة بشراكة مالية سواء تركة أو ميراث أو تعويض وما يتركوا أحلامهم تشطح فيهم زيادة عن اللزوم أما بالنسبة للمريخ المريخ رح يكون متواجد لمدة طويلة خلال هذا العام في برج الحمل ما يشيه برج صديق ولكن تواجده هذا ما رح يكون هيك مرور كرام لأنه رح يتراجع أساسا في برج الحمل رح تكون مدة التراجع تاعته يعني فترة اللي هي من 10 9 لغاية 14 11 وتواجده أساسا من 28 6 لنهاية العام خلال فترة التراجع بدهم يحذروا من الطرقات بدهم يحذروا من التهور من السياقة السفر بين المدن شراء سيارات جديدة ماكنات جديدة شغلات مثل هيك بالنسبة لكوكب الزهرة بتراجع خلال العام ما بين 13 5 لغاية 25 6 في برج الجوزاء خلال هاي الفترة لازم نكون أكتر دبلوماسية أثناء التعامل مع الآخرين لسيا ما أحبأنا ممكن تتوتر علاقة لأدفع الأسباب خلال هاي الفترة يعني هاي الفترة تحديدا هي سيئة بصورة عامة خصوصا اللي بيشتغلوا في مجال البورصة والأسهم والمال والعملات والأشياء اللي إلها علاقة بالبنوك كمان ما بنصح أي حد من موليد برج الأسد بهاي الفترة أنه يلجأ العملية التجميل لأنه فترة التراجع يعني نحوصة الزهرة بتأثر عليهم بشكل كبير لازم يحذروا من أي صفقة مالية وعدم الدخول في أي مغامرة مالية وبرضه عدم البدء بعلاقة غرامية بالفترة هاي وعدم الارتباط خطبة أو زفاف أهم الأشياء اللي بتكوين تنتبهونها النشاطات الاجتماعية والصداقات بالفترة هاي فترة التراجع لأنه ممكن أنه تنفهم غلط وممكن تفقد صداقة معينة تنتهي بشكل مفاجئ ولافت للانتباه هسا بالنسبة للمعتادين علي في خلال السنوات الماضية أنا كنت أعمل أجندة رزنامة اللي أكثر الفترات المناسبة لكل شيء خلال هذا العام ياريت تنكتب وتحفظوها وتحاولوا أنه كل شهر تطلعوا عليها تشوفوا الشهر هذا مناسب في إيش لازم أحذر أنا أمت بتستفيدوا منها بشكل ممتاز جدا لأنها معمولة بدراسة دقيقة جدا وبحسابات دقيقة جدا بتفيد الجميع بالنسبة للفترات العاطفية خلال هذا العام تيجي من سبعة اثنين ولغاية خمس ثلاث من عشرين ثلاث ولغاية تسعتاش أربعة ومن ستة تسعة لغاية اثنين عشرة ومن واحد وعشرين احد لغاية نهاية العام بالنسبة لفترات المال من ثلاث واحد لغاية سبعة اثنين ومن ستة عش ثلاث لغاية احد اربعة ومن عشرين ثمانية لغاية خمس تسعة ومن اثنين عشرة لغاية ثمانية وعشرين عشرة بالنسبة للفترات العمل الممتازة للعمل اللي ممكن بدي يغير شغل او بدي يبدأ بعمل او بمشروع فهاي الفترات اللي هي من بداية العام لغاية 16 واحد ومن خمسة ثلاثة لغاية ثلاثة اربعة ومن سبعة وعشرين اربعة لغاية 11 خمسة ومن واحد وعشرين اتناعش حتى نهاية العام بالنسبة للفترات الصعبة هسه طبعا مش تضحك دولو والله اعطانا شغلات ممتازة هسه لا بتكونوا منتبهين لانه الفترات الصعبة هاي بتيجي فترة صعبة ممكن في خلال الفترة الصعبة يجيك اشياء ايجابية لازم تكون منتبهين لها تحذر من الاشياء الصعبة وتستغل الاشياء الايجابية عشان السنة يكون فيها هيك وهيك تنعدل كفة الميزان فالفترات الصعبة هي من بداية العام لغاية 13 خمسة ومن عشرين ستة لغاية اتنين وعشرين سبعة ومن واحد وعشرين اتناعش وحتى نهاية العام وبيجينا تراجع وجود المريخ في الحمل من ثمانية وعشرين ستة لنهاية العام وبيجينا تراجع الزهرة من 13 خمسة لخمسة وعشرين ستة يعني في عنا فترات ضاغطة في وسط السنة ولكن انه وسط يعني ثلث نحكي احنا الربع الثالث من السنة في نوع من انواع الضغوطات لغاية فترة تاريخ ميلاد برج الاسد اللي هم من اتنين وعشرين سبعة لغاية اتنين وعشرين ثمانية او تلاث وعشرين ثمانية على حسب الخارطة الفلكية فعشان هيك تكونوا من تبهين وتكونوا حذرين ركزوا على الرزنامي هاي تستفيدوا ان شاء الله طبعا انا ما بتنبأ انا بتوقع وفي النهاية والله اعلم كل الاشياء اللي انا حكيتها هاي انه شو اللي يزبط منه شو اللي ما يزبط منه ولكن انه ان شاء الله انه الخير بصيبكو والشر ربنا بكفيكو منه وبكفيكو عنه وبكفيكو من اصحابه واهله في النهاية بحكي والله اعلم ويا رضا الله وارضا الوالدين ونشوفكو على خير ان شاء الله وكل عام انتوا بخير وتنسى تنسونيش من صالح الدعاء سلام